وثابة مساء نسرتنا الرئيسية من الموريتارية مستهلة بأبرز العناوين الوزير الأول يتفقد بالعاصمة أشقال المركز التجاري الجديد وبعض المباني الإدارية مئة الإنشاء الدفاع المدني يعزز منشآته في العاصمة بتدشير مركز لليقوة والإدار والتسيير وتسيير الأزمات ضد التصويف لإغتيار الرئيس المقبل للعيات المتحدة واستطلاعات الرئيس تؤكد تقدم كليفتون على ترامب بأربع نقاط أهلا بكم إلى تفاصيل النشرع وجه رئيس جمهورية سيد محمد بن عبد العزيز برقية تهنئة إلى ملك كامبوديا نورودوس هاموني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني وقد جدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل التعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الخدمة لمصالح الشعبين الصديقين أدى الوزير الأول سيد يحيى الحدمين صباح اليوم زيارة تفقد وطلاع لمشيئتين بالعاصبة شاملت المركز التجاري الجديد وسط العاصبة وبعض المبالي الإدارية قيد الإنشاء في مقاطعة تبرق زيناء نواكشوت لم تعد مدينة تقليدية في الشكل والتصميم إنها تتطور سريعا عمرانيا وخدميا أحدث الأسواق يتربع هنا في قلب المدينة بعد مرور فترة وجيزة على تأسيسه وكي يكون متنفسا للباعة والمتسوقين وللوقوف على حجم الأشغال في هذه السوق المركزية تأتي زيارة الوزير الأول السيد يحيى الحدمين الذي تجول بين أروقة المبنى مستفسرا عن تفاصيل المشروع وعن آجاله بينما رد مسؤول شركة إسكان والوزارة الوصية على استشكالات الوزير الأول مجهز كيف تجهزات العصرية لطلب السوق العصري فيه نظام إمان عالي نظام ضد الحرائر نتظر ونعتبر عن اليوم الأعمال وصلت تقريبا أزيد من 50% ونتظر إن شاء الله أن السوق يتم إجازه بشكل نهاي بفضل في عشر أشهر إن شاء الله ويتميز السوق الجديد بمواصفات عصرية سواء من حيث التصميم الهندسية أو من حيث المكونات وإجراءات الأمان التي رؤيت في بنائه حيث ينبسط في مساحة شاسعة تجعل من عمليات المرور والتسوق متعة إضافة إلى الملمح العصري الذي يضفيه على وسط العاصمة أنا واحد من أهل السوق هون السوق هالغاديين كابيتار وطوف نعرف أن السوق قديمة وسوق جعليها ياتر من الزمن وطوف وبرك الحمد لله الدولة بكل الجهود بدلة من الجهودات اللي عدلة السوق الحديث اللي إن شاء الله الناس تختاروا عود بديل عنها وطوف وراجعون الله إن شاء الله البديل مناسب عنها مرصة جديدة درجة نتعود مرصة بجيل زينة سوق زينة إن شاء الله السوق الجديد هو السوق زين وبنائه جيد وآمن الوزير الأول سيد أحيو الحدمين اتقل من السوق إلى عمارة من عشر طوابق تقع شمال تفرغ زينة بمحالة طريق السكوك يتم تشهيدها لاحتضان عدد من المكاتب الإدارية بهدف تخفيف الضغط على وسط المدينة وكذل منحها شكلا عمرانيا عصريا السوق المركزي الجديد والمباني الإدارية على طريق السكوك محطتان عمرانيتان ينتظر أن تكتمل الأشغال فيهما في غضون الأشهر القليلة القادمة وبحسب القائمين عليهما فإن بنائهما يضفي مسحة جمالية على مدينة تشهد الحداثة وقد تم إنشاء سوق إنواق شرط جديد في إطار سياسة الدولة لتوفير فضاءات تستجيب لمتقلبات العصر وشروط الأمان في الأسواق الشرط المحميد عد وربة فنية حول هذا الموضوع بناء السوق الكبير بالعاصمة هو أحد المشاريع الهيكلية التي كلفت بتنفيذها الشركة الوطنية إسكان في إطار التطوير الحضري لوسط مدينة نواق شرط الذي شهد تحسينات جوهرية بفضل تنفيذ العديد من مخططات التوسعات والعصرنة ونظرا لمحورية السوق المركزي للعاصمة ودوره بدفع الحركة الاقتصادية والتجارية جاء بناء هذا السوق الجديد على بعد أمتار من السوق القديم الذي يفتقد العديد من الخصائص إضافة إلى حرص الدولة على مراعاة معايير السلامة في مدر هذه المجمعات التجارية هذه المنشأة التجارية الجديدة رعيت في بنائها وتصميمها معايير العصرنة والحداذة على مساحة مواطات بلغت 17600 متر مربع وهي أكبر منشأة مواطات في البلد حتى الآن بينما بلغت المساحة المبنية أربعة وخمسين ألف متر مربع السوق الجديد بلغ عدد نقاطه التجارية ألفا ومائة واثنتين وستين نقطة تجارية بالإضافة إلى منطقة خدمية تشمل مصليين أحدهما خاص بالرجال والآخر مخصص للنساء ومطعما ونقطة صحية ومحلات للمصارف وتتألف هذه المنشأة التجارية من ذلاتة طوابق وقد تم تصميم السوق بطريقة تضمن سهولة الولوج إلى المحلات التجارية عبر أربعة سلال كهربائية وعشرة ذابتة وأربعة مصاعد ومراعاة للبعد الأمني ينتظر أن يضم مبنى السوق 12 مركزا للرقابة بالإضافة إلى شبكة رقابة رقمية وعلى ميزانية الدولة الموريتانية وصلت تكلفة بناء السوق 5 مليارات و700 مليون من الأوقية في الوقت الذي وصلت إلى شغال حدود الستين في المائة وينتظر اكتمالها بعد عشرة أشهر في إطار الآجال التعاقدية هذا هو نلفت هنا يتكون مشاهدنا الكارم لأن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تقدم مزيدا من التفاصيل عن سوق نواكشوت الجديد استقبل سيد محمد الحسن واللحاج رئيس بجلس الشيوخ اليوم بمكتبه في نواكشوت سعادة سيد بلال أسم الله الصديق صفير جهورية السودان المعتمد لدى موريتانيا تناول اللقاء تعاون بين البلدين الشعقين والسوق الكفيرة بتعزيزه خاصة في المجال البرلماني أشرف وزير الداخلية واللا مركزية صباحا اليوم في نواكشوت على تدشين مركز العمليات اليقظة والإنذار وتسيير الأزمات يأتي إنشاء هذا المركز التابع للحماية المدنية في إطار الشراكة بين بلادنا وحل الشمال الأطنسي يرمي إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم مركز العمليات لليقظة والإنذار وتسيير الأزمات يعد إضافة النوعية للحماية المدنية من أجل تعزيز قدرتها في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تنتيجها الدولة في حماية المواطنين ومتلكاتهم البشروع الجديد يأتي ثمرة شراكة وتعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحلف الشمال الأطلسي ضمن مشاريعه الموجهة للسلام والأمن قد تم إنشاء هذا المشروع في إطار التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحلف الشمال الأطلسي وبدعم من كندا وفرنسا عن طريق الأمن المدني الفرنسي خلال أربع سنوات ما بين 2012 إلى 2016 وبغلاف المالي قدره مليونان والسبعمائة ألف أوروب أي حوالي مليار من الوقيع إن انطلاق العمل في هذا المركز سيدعم دون أدنى شك قدرات الحماية المدنية وسيقدم حلولا ناجعة فيما يتعلق بالمجالات التالية حماية المواطنين من المخاطر المختلفة إعلام وتحسيس المواطنين المهددين من المخاطر دعم العمل الحكومي المشترك لمواجهة الأزمات التي تتطلب تنسيقا وتعاونا بين مختلف القطاعات وضع أهلية لليقظة والإنذار المبكر السيد جوليون ماريون المدير العام المساعد للإدارة العامة للأمن المدني وتسير الأزمات في الجمهورية الفرنسية أوضح أن هذا المركز سيكون دعمة أساسية ومهمة للحماية المدنية الموريتانية ولكل الموريتانيين من خلال النتائج المتوقعة من تدخلاته في المستقبل وأتحدث عن الوسائل والتقنيات التي يتوفر عليها المركز حاليا وتطوراته المرحلية المتوقعة خاصة على مستوى الولايات الداخلية بدوره السفير الأمريكي في بلادنا السيد لاني أندريا عبر على شكره للسلطات الموريتانية وسعادته بحضور تدشين هذا الإنجاز الهام بالنسبة للشعب الموريتاني وأكد أن هذا المشروع الممول في إطار التعاون بين حلف الشمال الأطلسي سيكون بالغ الأهم بالنسبة لموريتانية بعد ذلك تابع الحضور عرضا مفصلا حول تدخلات المركز وأهدافه ومعداته وآفاقه المستقبلية قدمه منسق المشروع المفتش محمد لمينو الملياري والجنرال دانيس ونيلير ليعطي بعد ذلك وزير الداخلية والمركزية إشارة الانطلاقة الفعالية لعمل المركز وذلك من خلال قطع الشريط الرمسي إذانا ببادي عمله كما تفقد الوفد مختلف أجنحة المركز حيث طلع من القائمين عليه على مدى جهزية للتدخل عند الحاجة هذا وقد أدى الوفد زيارة الميدانية لكل من ثكنة الحماية المدنية بمقاطعة الإكسر ومركز الحماية المدنية بتفرق زينة الذين توجد بهم مراكز جهوية تابعة لمركز العمليات لليقظة والإنذار وتسير الأزمات في الجانب الصحي تفقد وزير الصحة سوال اليوم مركز أمراض وجراحة العظام معالجة الحروق البلغة حيث طلع على أعمال الفريق الطبي المشترك الذي يجري حاليا عمليات الجراحية لمرضى الكسور والمفاصل تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير ضمن الجهود المبذورة من أجل التحسين من الخدمات الصحية في بلادنا وتقلص الرفع إلى الخارج يجري فريق طبي المشترك بين بلادنا والمملكة المغربية وإسبانيا بمركز أمراض وجراحة العظام ومعالجة الحروق البلغة عمليات جراحية لزرع مفاصل الركبة والحوضين للمرضى المصابين جراء الكسور والحوادث وغيرها وبهدف الاطلاع على هذه العمليات الجراحية الأولى من نوعها في بلادنا ومعرفة الظروف الصحية للمستهدفين تفقد وزير الصحة البروفيسير كان بوبكر نزلاء هذا المركز والسماع إلى شروح مفصلة من المشرفين على هذه العمليات تتعلق بطبيعة العلاجات المقدمة ودورها في التخفيف من وعناة المرضى ويعنى هذا المركز حديث الخدمات بمعالجة الكسور والحروق البلغة هذه العمليات يختص بهم مجموعة من المرضى التي يتمثلون نسبة مرتفعة من الناس التي ترتفع الخارج وهذه التوجهات التي قررت على أنها لا يرتفع مريض ولا يرتفع يكون القليل من المرضى طاقة الاستيعابية لهذا المركز تصل خمسين سريرا ويتوفر على أحسن التجهيزات الأصرية معززة بأخصائينا في الكسور والحروق ويضم جناحا للحالات المستعجلة وأخرى لجراحة العوام يحتوي على غرف للعمليات إضافة إلى قاعتين للعلاج وأخرى للنعاش تضم أربعة سر مجهزة كما يضم مختبرا وقاعة للأشعة وغرفا للحجزة المركز يتوفر على جناح خاص بالحروق يضم غرفا للعمليات وأخرى لعلاج الحروق البلغة مجهزة بسرة خاصة بالحروق تفقد وزير المياه والصرف الصحي زوال اليوم سير الأشغال في مشروع صرف مياه الأمطار من المناطق المنخفضة في مقاطعتي تفراغزينة والاكسر بولاية الموكشوط الغربية سيبكر هذا المشروع الذي يتكون من شبكة تزيد مساحتها على خمسة عشر كيلو متر مربع لتجميع المياه المطارية من صرف مائتين وعشرين ألف متر مكعب يوميا شبح مياه الأمطار يسلك طريقه نحو التبدد عن سكان العاصمة واكشوط وزير المياه وصرف الصحي سيد محمد عبدالله ولوداع يتفقد سير أشغال مشروع صرف مياه الأمطار والمياه الجوفية عن مناطق العاصمة المنخفضة المشروع الممول من طرف الدولة الموريتانية يشمل ولايات واكشوط الثلاثة على مساحة خمسة عشر كيلو مترا مربعا الوزير تلقى والوفد المرافقة الشروح الفنية من القيمين على تنفيذ المشروع في مختلف محطاته واستمع إلى العراقين والصعوبات التي تواجه تقدم الأشغال في مختلف مراحلها الوزير أبدى استعداد الدولة لتنليل كل الصعوبات لسبيل إنجاز المشروع في أجله المحدد وطبقا لمعايير دفتر الالتزامات الجولة التفاقدية قادت للوزير إلى مركز الشركة الصينية المنفذة للمشروع حيث تشيد أنابب الصرف المستعملة في صرف مياه الأمطار وبالمركز عقاد اجتماعا مع إدارة الشركة ومهندسها حيث أطلع على مختلف المراحل التي مر بها المشروع حتى الساعة شبكة من الخرصانة المسلحة بطول 31 كم ستمر تحت ولايات واشط الثلاث محفورة في عمق يبدأ من مترين إلى أربعة أمتار تربط هذه الشبكة بين أربع محطات ضخ لتجتمع بعد ذلك المياه في محطة الضخ الأخيرة وسط العاصمة ومنها إلى البحر بسعة تبلغ 220 ألف متر مكعب في اليوم هذا المشروع يتكون من التقطاب كل خطوب لا يتعود فيه شبكة تجمع المياه مكونة من قنوات مصنعة من خرصان مسلحة بطول أرمي لا يتعود من الردومة ما بين ميطر إلى التماطر لا يتجمع المياه خلال هذه الأربعة خطوط نحو محطة ضخ لا يتم ضخط المياه المجمعة من المحطة نحو محطة مركزية لا يتعود موجودة المستنقع الموجودة جانب وزارة الطاقة هذا المشروع ممول من طرف الدولة الموريتانية والتعاون مع الحكومة الصينية وآجاله ستوذل هذه الشهر وبدوا أشغاله الشهر نوفمبر 2015 وراجعين حسب البرامج لعندنا أن تكمل أشغاله قبل سبتمبر 2018 ليست الأمطار وحدها ما يؤرق سكان العاصمة ويحتاج التصريف المياه المتسربة من الشبكة المائية المترخلة هي الأخرى ستجد طريقها إلى حيث يجب أن تكون أنابيب صرف المياه تتقدم لتجفيف شوارع العاصمة بعد أن كان حر الشمس وعطش التراب الصارف الوحيد لمياه الأمطار وما تسرب من المياه الشوفية احتضر مساء أمس مركز الفضاء الثقافي بمقاطعة لكسر انطلاق المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية بنواكشوت تهدف هذه الفضاءات التي تحصن الشباب من الانحراف والغلو والتطرف والسعي إلى خلق بئة ثقافية هادفة تهدف المرحلة الثالثة من الفضاءات الثقافية بنواكشوت إلى ساقل مواهب الشباب وتحصينهم ضد مخاطر الانحراف خاصة التطرف والغلو والمسلكيات المنافية للدين الحنيف وزير الثقافة والصناعة التقليدية ناطق رسمي باسم الحكومة أبرز بكلمته أن هذه الانشطة الثقافية يراد منها أن تكون منبرا للشباب يبدعون فيه ويتنافسون في إذراء وتعمق المجالات الثقافية المختلفة هذه الفضاءة الثقافية لها عدة أهداف الهدف الأول أنها تمثل ساحة لتثمين وتسويق المنتج الثقافي الذي تعلمنا أنه يخاطب النفس والوجدان والعواطف ويبعث فيها الأريحية والسعادة ويبعدها ويصقلها من الكثير من الأمراض النفسية من الهم والحقد والكراهية وهذا ما تحتاجه البشرية اليوم وما تحتاجه الأمة العربية والإسلامية وما تحتاجه أمة العالم بأجمعه بدوره أشاد عمدة بلدية الكسر بأهمية تنظيم هذه التلاهورات الثقافية وما سيكون لها من أذر إيجابي على شباب المقاطعة أود التأكيد على أن فكرة إنشاء هذه الفضاءات ستساهم بشكل كبير في القضاء على العديد من المراهر والمسلكيات السلبية التي وللأسف الشديد يعاني منها العديد من الشباب فهي بالتأكيد ستكون ملالا آمنا لابا وفضاءا خلاقا يركن إليه هؤلاء بدل الضياع بين براثن الانحراف والانخلال الخلقي فعاليات هذا الحفل تميزت بعروض غنائية مديحية ورقصات فولغلورية إضافة إلى تنظيم ندوات فكرية معمقة ومسرحيات هادفة عقد خبراء دول الساحل في مجال الأمن صباح اليوم بنوابشوت اجتماعا ناقش خلاله القضايا المتعلقة بأمن دول المجموعة ترمي مجموعة دول الساحل الخفصي لتحقيق الأمن والاستقرار في بلدان الساحل وتعزيز التنمية المستدامة تفعيل منظمة التعاون في مجال الأمن هو ما تركزت عليه عمال هذا الاجتماع الذي خصصه خبراء دول الساحل لبحث ونقاش قضايا الأمن لإكونها تشكل ركائز أساسية في صرح تجمع الدول الأعضاء إن ضمان الأمن والسلم في الساحل يفرض مننا اليوم العمل على مقاربات تتحدى حدود الدولة وفي إطاء متعدل أبعاد تتخطط نطاقين المحلي والوطني وتسامى على النطاق الجغرافي الضيط لأننا في مواجهة ظواهر تتعلق تطلب التصدي لها تخطي الحواجز الجغرافية والإكرهات المستفطة بالعولمة وتناقضاتها من أجل التواصل لتوازن لا بد منه بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي من جهة وبين الأمن بمظهومه التقليدي أي العسكري والأمن بالمظهوم العام بتجلياته المتعددة سياسية والإقتصادية والبيئية الجنرال محمد المحمد الزناقي الخبير لدى العمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس قال إنه تم تطوير منظمة التعاون في مشاهد الأمن من طرف دول المجموعة فور إنشائها في واكشوط مايو 2014 خلال الاجتماع الأول لوزراء الداخلية لدول الأعضاء لمساعدة ثنية من مكتب العم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وأضاف أن دول المجموعة صادقت على هذه المنظمة في نوفمبر 2015 في جامنا من جانبها بيانت الممثلة المساعدة لمكتب العم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيدة الشانطال لا كوروة أهمية التعاون في مجال محاربة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بين دول مجموعة الساحل ويتابع الحضور عروضا تناولت قضايا الأمن ومحاربة المخدرات وما ينجم عنها من جرائم نومت وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني صباح اليوم في موكشوب لقاء تشاوريا مع شركائها الفنيين والماليين المهتملة بالمجتمع المدني يهدف على اللقاء إلى تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لترقية المجتمع المدني في موريتانيا يرمي هذا اللقاء التشاوري لمزيد من التفاعل وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بغية ترقية منظمات المجتمع المدني في بلادنا الأمن العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ألقى كلمة بالمناسبة أوضح فيها أن هذا اللقاء التحضيري سيشكل فرصة لتنشيط وتوسيع تدخلات الحكومية بمجال الرفع من أداء المجتمع المدني في هذا المقام يتنزل تنظيم هذا اللقاء التشاوري بين القطاع ومجمل شركاء الفنيين والمانيين والذي هو لقاء تحضيري تسخيني للقاء أشمل وأربع مستوى سيتم تنظيمه لاحقا بعد اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الضرورية لتحضيره وتأمين بلوضه الأهداف التي سترسم له بخصوص واجب تنظيم وتنشيط وتوسيع وتنويع تدخلات الحكومية وغير الحكومية في مياد الرفع من أداء المجتمع المدني أيها المشاركون والمشاركات قطعت أشوات طويلة في مجال تأسيس وترقية منظمات المجتمع المدني لكن الطريقة إلى بلوض طموح وآمال المواطن الموريتاني من منظمات المجتمع الودني ما زال طويلا وشاقا ويتطلب تضافر جميع جهود الجميع وأوكدهم منظمات المجتمع المدني نفسها والفاعلون الحكوميون والشركاء المؤسسيون والماليون والفنيون سبيلا إلى مجتمع مدني موريتاني يطاول طموح قادة هذا البلد ومواطنيه تنظيما ومعيارية وتمهينا وخدمة للمصالح والنفع العام ذلك هو الرهان وفيه فليتنافس المتنافسون وليتسابق الفاعلون المدنيون والشركاء الفنيون والماليون تشدر والإشارة إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة قام بعدة أنشطة تلموية وثقافية ساهمت في تفعيل أداء عدة منظمات غير حكومية في مختلف ولايات الوطن إضافة إلى العاصمة وفي العاصمة دائما احتضر مركز التكوين للترقية النسوية زوال اليوم أمان ورشة الاستعراض المخطط الاستراتيجي لمحاربة العنف الزوجي منومة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة التعاون الألماني ترمي هذه الورشة إلى تقديم إجراءات وقائية لمواجهة هذا النمط من العنف تنسيق الجهود لدعم المصالحة والاستقرار الأسري استعراض الخطط الاستراتيجية لمحاربة العنف الزوجي هو موضوع هذا اللقاء الذي يجمع ممثلين عن بعض القطاعات الوزارية الناشطة في هذا المجال وهيئات المجتمع المدني وذلك بغية تدارس الإجراءات الوقائية لمواجهة ظاهرة العنف الزوجي باعتبارها تهتدا لقيم الموادة والرحمة التي يقوم عليها الكيان الأسري إضافة إلى إثراء نقاش حول مكونات المخطط الاستراتيجي والمصادقة عليه يعمل قطاع الشؤون الاجتماعي والطفولة والأسرة منذ بعض الوقت على مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة ظاهر العنف داخل الأسرة وذلك بالوقاية أولا عبر حملات التحسيس والتوعية المتواصلة لتعريف الأزواج لحقوقهم التي كفلها الشرع والقانون والتحذير من النتائج الضارة للعنف بين الزوجين على الأبناء كما نصب القطاع لجانا جهوية لجميع الولايات لاستقبال ومعالجة النزاعات الأسرية وتشجيع المصالحة والاستقرار والوقوف مع ضحايا العنف الزوجي ومؤازرتهم إذا اقتطت الضرورة ممثلة التعاون الألماني في بلادنا السيدة إيفا لانج أوضحت أهمية هذه الورشة لبحث سبل الكافية للتصدي لجميع أشكاء العنف الممارسة ضد النساء وطالبت الفاعلين في المجال بتكاتف الجهود للوصول إلى أهداف المنشودة مؤكدة مواصلة دعم هيئتها لبلادنا بهذا الخصوص المشاركون في الورشة تابع غروض تعلق بالتقرير السنوي لإدارة الأسرة وتقديم وضعية النزاعات الأسرية والعنف الزوجي والاستراتيجية المتعلقة بذلك ودعم العطار القانوني والسياسي والمؤسسي سبيلا للخروج من مغترحات من شأنها حماة حقوق المرأة ومكافحة مختلف أشكاء العنف الموجهة ضدها وتحسين خمورات العاملين في مجال تنفيذ السياسات الأسرية إلى ولاية تقانت حيث احتضرت مدينة تجيجة عاصمة الولاية أعمال ورشة تحسيسية حول مخاطر التطرف والوقاية منه تنوم هذه الورشة بطرف مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب بوزارة الشباب والرياضة هي عاصمة ولاية تقانت تجيجة حيث حطت قابلة المنتديات الجهوية للتحسيس حول مخاطر التطرف وطرق الوقاية منه رحالها منتديات تناغش مع شباب الولايات على مدى يومين إشكالات التطرف وأهداف التنمية المستدامة وترقية المواطنة وسبول دمج الشباب في الاقتصاد المحلي إن الشباب هو القوة الحية في البلاد وهو دعامة نهضتها وغايتها وهدفها وهو بذلك درع حماية البيضة ورافع وراية الشرف والعز والكبرية ومن هنا احتل المجتمع الموريثاني وخاصة شريحتي الشباب والنساء الصدارة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الذي تشير حكومة معاي الوزير الأول المهندسة حيو الحدمين على تنفيذه ومن هنا يأتي العقادة هذه الدورة التكوينية لتحصين البعلم والشباب ضد مخاطر والتحديات المتعددة كالتطرف والإرهاب والإجرام العاب للقارات والمخدرات والهجرة الصرية وغير ذلك كذير المنتديات الجهوية للتحصيص حول مخاطر التطرف وطرق الوقاية منه تتنزل ضمن مشروع مكافحة التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب تحت إشراء وزير الشباب ورياضة الدكتورة كومبابا كان بإغطاءنا الحاو السعيد في إدارة استراتيجة جديدة للشباب ورياضة التربية لفترة من 2015 إلى 2020 سأتقل إليها الحكومة في هلاثين يوليو 2015 ويدخل هذا المشروع محارف التطرف وترقية المواطنة لدى الشباب في موريتانيا في هذا الإطار يكون أول مشروع داعما لهذه استراتيجة جديدة يتمثل يهدف المشروع بتعزيز ودعم الغدرات الموريتانية لمواجهة تحديات المستزايد المرتبطة بإذهاب والتطرف لدى الشباب وطرف مواطنة المشاركونا في الورسات المنبثقة عن هذه المتدايات ثمن الوروضة المقدمة خلالها كانت دورة جيدة تلقينا فيها مجموعة من الدروس مجموعة من محاضرات وعدنا أيضا بعض من الندوات التي كانت فهم من أجل فهم هذا الفكر المتطرف تلقينا جميع مجموعة من المحاضرات كانت مهمة أهمية كبيرة بالنسبة للشباب المحطة الأخيرة للمتدايات الجهوية ستكون بعاصمة ولاية البراكنة ألاغ خلال الأيام المغبيرة احتضرت مقاطعة تركيز بولاية ترامزا تواغر سياسية نظمها بعض الأطر والمتخبين الفاعلين السياسيين من أبناء المقاطعة قد استعرض المتدخلون خلال هذه تواغر مخرجات الحوار الوطني الشامل قد حتت المداخلات المواطنين على التمسك بمخرجات الحوار الوطني الشامل باعتبارها تكريسا لمرحلة جديدة من التجربة الديمقراطية لبلادنا شهد منظم هذه التواغر بالتوصيئة الصادرة عن الحوار الوطني الشامل موضحين أن تطبيقها يفضي إلى مزيد من التلاحم بين مختلف مكونات الشعب ويعزز حقوق الإنسان في مختلف المشالات نتوقف الآن مع جديد الاقتصاد زبيل وأحمد أولي الحسن أهلا بكم نبدأ ونشرتنا لأسعار أهم العمونات العالمية مقابلة الوقية حسب بيانات المنكسية المنكسية وقعت إمارة دبي اتفاقا يسمح لشركة الأمريكية بإنشاء خط نقل تفوق سرعته شرعة الصوت يربط بين دبي وأبو لبي عاصمة الإمارات ليقلص المدة الزمنية إلى 12 دقيقة فقط بدل ساعتين وكانت شركة هايبرلوب وأن الأمريكية قد أجرت أوائل هذا العام أول اختبار عام على نظام جديد في الصحراء خارج الأسفغاس وقد صمم النظام بحيث يدفع حجرات استوانية شكل خلال أنابيب خفف فيها ضغط الهواء بسرعة تبلغ أكثر من 1100 كم في الساعة وأعلن عن الاتفاق مشروع المدينة المستقبلية خلال حفل أقيم في برج خليفة بمدينة دبي وقد استضافت دبي في أكتوبر الماضي منافسة لتصميم مسار لنظام هايبرلوب جديد وقدم المصاممون أفكارا لمسار محتمل بين مطار المكتوم الدولي في دبي ومطار الفجيرة الدولي وتتراوح مدة الرحلة التي يبلغ طولها حوالي 145 كم فوق الجبل ما بين 10 دقائق أو أقل مقارنة بالرحلة عبر الطريق البري التي تستغرق ساعة وعشرين دقيقة وقعت شركة التوتال الفرنسية للنفط والغاز اتفاقا مبدئيا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية لتطوير مرحلة من حقل باريس الجنوبي للغاز في الخليج بقيمة أزيد من أربعة مليارات دولار وبهذا الاتفاق تصبح توتال أول شركة غربية كبرى في قطاع النفط تعود إلى إيران بعد رفع غالبية العقوبات الدولية عن طهران في يناير 2016 ومن المفترض أن يتم توقيع الاتفاق النهائي في مطلع العام 2017 على أن يبدأ الانتاج بعد أربعين شهرا وستكون مدة تطوير واستثمار الحقل عشرين عاما مع عائدات من الاستثمار متوقعة بعد عشر سنوات وقال تيران بعد رفع العقوبات أنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية بقيمة مائتي مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز لديها توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك نمو الطلب العالمي على نفطها خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى أزيد من 33 مليون برميل يوميا في العام 2019 بزيادة نحو مليون برميل يوميا عن عام 2016 وجاءت هذه الأرقام ضمن تقرير أوبك الصادر اليوم بشأن توقعات النفط العالمية ويشير التقرير إلى تحسن توقعات السوق للأعوام القليلة المقبلة من وجهة نظر أوبك التي تضخ ذلث إنتاج العالم من النفط في غضون ذلك حذر الأمن العام للمنظمة من عدم تنفيذ اتفاق الجزائر الذي ينص على خفض إنتاج أوبك لدعم أسعار نفط أعلنت مجموعة ماركس آند سفينسر البريطانية أنها ستغلق أكثر من مائة من متاجرها نصفها في بريطانيا والباقي في الصين وفرنسا وثمان دول أوروبية أخرى وأوضحت المجموعة أنها تخطط لإغلاق ستين من متاجرها في المملكة المتحدة وحدها خلال خمس سنوات وهذه المتاجر متخصصة بالملابس والأدوات المنزلية التي أثر انخفاض ربحيتها في حسابات الشركة منذ سنوات وتهدف الخطط أيضا إلى إغلاق 53 متجرا تديرها المجموعة مباشرة في عشر دول عبر العالم ولم يكشف أي رقم عن الوائف التي ستلغى بسبب خطط إغلاق المتاجر لكن المجموعة قالت إن نحو 2100 موظف معنيون بإغلاق المتاجر في الخارج فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية ما تبقى من أخبار الثامنة وتواصل مع محمد لمينو العبد الودود أهلا بكم مجددا وصلت قوات البشمرقة العراقية تقدمها في بلدة بعشيقة شمال الموصل بينما يزال مسلح تنوين داعش يتحصلون في الجنوب داخل البلدة في المحور الشرقي للمدينة أحرزت القوات العراقية تقدما أصدى بايعا مقتل سبعة من عناصرها قالت مصادر إعلامية عراقية إن قوات البشمرقة وصلت إلى وسط مدينة بعشيقة وتحاول بس تسيطرتها في مواجهة معارك عنفة لا تزال مستمرة حتى الآن مع مسلح تنظيم الدولة وكانت قوات البشمرقة المدعومة بغطاء جوي من طائرة التحالف الدولي تحركت صباح الاثنين باتجاه بلدة بعشيقة التي تقع على بعد 12 كم إلى الشمال الشرقي من الموصل بهدف السيطرة عليها حيث تقول البشمرقة إنها باتت تسيطر على أكثر من نصف البلدة وقال قيادي بالبشمرقة إن قواته تمكنت من قتل وأسر عدد من مسلح تنظيم الدولة مشيرا إلى أن البلدة كبيرة وتحتاج إلى وقت طويل للسيطرة عليها من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إن مروحيات أباتتي تشارك في عمليات الإسناد الجوي التي توفرها الولايات المتحدة للقوات العراقية في هجومها الرامي لاستعادة مدينة الموصل وفي هذه الأثناء قالت وكلة أعماق التابعة لتظيم الدولة الإسلامية إن 25 على الأقل من القوات العراقية قتلوا في هجومين بسيارتين منغمتين شرق الموصل مما أدى إلى تدمير سبع عربات وقد بثت وكلة أعماق تسجيل مصورا لتدمير دبابة للجيش العراقي باستخدام صاروخ موجه في منطقة العداية جنوب غرب الموصل توجه ملايين الناخذين الأمريكيين اليوم لصناديق الاقتراع لاختيار رئيس الولايات المتحدة المقبل عصد تقارب بين حوض المرشحين مفارق أربع نقاط لصالح المرشحة الديمقراطية هيلاري كلانتون وقد أدلت كلانتون بصوتها في إحدى لجاني مدينة شباقة بولاية نيويورك بصحبة زوجها الرئيس الأسبق بيلي كلانتون وفي حين أدل المرشح الجنهوري دولا ترام بصوته في مركز للاقتراع يقع قرب مسكنه في نيويورك نتوقف الآن مع شديد الرياضة ومحمد أنطلحا شكرا محمد المين وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى المشرة الرياضية توجه فريق مسجد النور واحد بلقب دولا للكأسي عملة بلدية عرفات في كرة القدم وذلك في ختام منافسة هذه الكاسة التي استمرت أكثر من أسبوع وقد تنافسها خلال هذه الكاسة عشرون فريقا من مختلف فيها حلال المقاطعة عبداللحمين السلام حضر اقتتام التواهر وعدت تقريبات سهل بعدها ما يزيد على أسبوعين من التنافس الدين والإيجابي بين عشرين فريقا من الفرق الرياضية الناشطة على مستوى اللعبة الشعبية الأولى في مقاطعة عرفات كرة القدم اختتمت بملعب مسجد النور منافساته الدور الأولى لكاس عملة بلدية عرفات اختتام التواهر الرياضية تميز بإجراء لقاء قوي جمع بين طرفين نهائي وهما فريق مسجد النور واحد وفريق قدماغا اللقاء تميز بمضات فنية عالية وصراعين محتدمين من أجل ضبار بالكاس قبل أن يحسم عناصر فريق مسجد النور واحد الأمور لصالحهم ويعانق الكاس القالية ضاد فوزهم بنتجة هدفين دون مقابل هذا الكاس يدخل في إطار اهتمام البلدية بالشباب اللي دعبت عليه في السنوات الماضية واللي تنوي إن شاء الله تعالى تعزيزه في السنوات والفترات القادمة يزف بشارة للشباب المشاركين على أن الفريق إن شاء الله تعالى الفائز بهذه الكاس ستتبناه البلدية ويصبح فريق بلدية عرفات وتنافس به البلدية إن شاء الله تعالى في المراحل القادمة وأيضا أطمئنهم أننا سنهتم مستقبلا وبشكل أكثر بأنشطة الشباب والرياضة الحظ القتام لدورة الأولى من كاس عمدة بلدية عرفات تميزا بتوزيع الجوائز والكوز المسلمة لأصحاب المراكز الأولى إبابة إلى الجوائز الفردية والتشجيعية التي شملت طاقم التحكيم ولجنة التنظيم أنهى المنتخب الوطني المرابطون ميرانه الثاني بمدينة سوسة تونسية التي وصلها أمس الأول في مستهل معسكر التدريبي يقوم به هناك إلى غاية السبع عشر من الشهر الجاري وسيتخلل المعسكر التدريبي لقاء دولي ودي مع المنتخب التونسي يوم الخمس عشر من شهر نوفمبر الجاري لملعب أولمبيك قابس في مدينة قابس وسيجد المنتخب الوطني لقاء ودي آخر قبل لقائه بن سرق قرطاجة يجمعهم مساء العاشر من الشهر الجاري مع نادي للإفريقي بملعب شانري زويتنة من العصمة التونسيات ونسيان دارجو هذا المعسكر في إطار التحذيرات المتواصلة لإعداد المنتخب الأول للدخول في التصفيات الموحدة لكأس إفريقيا للأمام 2019 التي سنطيق شهر مارس المقبل قال رئيس الاتحاد الموريتاني للرقب سيد جالو أمدو الملقب فيه إن الدورة التدريبية التي تلظمها الاتحادية كل شهرا بالملعب الأولمبي قد مكنت المشاركين بها المختلفة لمركز الرياضية ومدارس الرقب من التعرف عن كثبنا على قواعد وفنية هذه الرياضة التي ما تزال تبحث عن موطي قدم لها من الرياضات الممارسة في بلادنا هذا اليوم عادي لإنديا ونكونوا لأطفال والأساتي وهذا منهم بدون أن تركي صغار تكوينهم لأنهم يتعودوا بتقنيكات رقبية وقوانينها هذا والإنديات المستقبلي عندهم هنا موكوين أعطينا وقته يتم كل مرتين للشهر يكون الأساتيذة ويكون الأطفال شكرا على قرم المتبع بعض الفاصل عيدنا محمد جميل عبد الودي نسرة لاتهت الدفاع المدني يعزز مشابه في العاصمة بتدشير مركز لليقوى والإنذار وتسيير الأزمات موسيقى موسيقى مدء ظهور النتائج الأولية غير الرسمية للإنتقامات الرئيسية الأمريكية أصبح توقعات بفوز هيلاري فلانثم على منافسها دولانفرام أعود فألقائكم بحول الله في آخر عرض الإخبارين عند المنتصف الليل في أمان الله